اخواتنا طبعا السيادين حدفوا حيقولوا عايزين نعرف الميا ويعودوا يزعلوا من الجصة جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم في قناتكم من وعات رحالة معكم اخوكم سامح كنا قلنا جماعة ان السيد في شهر اربعة حيشتغل كويس خالص بالغلة وبعد كده حيرجع يوقف وده اللي حصل معنا السامكة بدأت منى وبتطلع ملطورش النهاردة جماعة احنا بنصطط في صرف المزرعة مستخدمين عود 3 متر 4 و 5 و 1 خط اساسي 30 الرمال 25 غلة بتاعتنا غلة طرية طرية خالص العلف بتاعنا والزفر عبارة عن علف بادي زائد غلة طرية فوق العلف في النهار جماعة الناس اللي هي بتقول ان احنا لازم نقول مكان السيد حضرتك غلطان واش من حقك تحجور علي ان انت لما بتيجي تتفرج عن فيديو لحد اجنبي ما بتقولوش على مكان السيد وبعدين انا عم خدعتكش لان عنوان الفيديو اصلا عندي ما ناش كاتب فيه مكان او وصف المكان فياليت يا جماعة نبروح مع بعض لان عنوان الصدة اصلا ممكن يكون رزق من الرزق اللي ربنا بعتهولي مش متاح للجميع تحياتي لكم نتمنى لكم شاهدة ممتعة ما تتخدوش يا جماعة من منظر السمك احنا على البركة واقضين سمك كبير بس مش شرط ان كونا احنا طول النهار بناخد سمك ممكن تكون هي دي اول سمك انا اخدوها او تاني سمك انا اخدوها فما تتغروج من مظاهر تيجي نص كيلو تيجي نص كيلو حبيبا حمدي الله يرزوك الخير يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ملغف لك الله اكبر ما شاء الله لك وتي الا بالله يا كريم يا رب يا كريم يا رب حبيب الله يرزوك الخير يا رب ماشي قطر خيرك من غم وكلة اوه يا حبيب وكلة ان شاء الله يا رب يا كريم ذكر برضو اه وكل تمامي يا مساهل اي ماشي يا مساهل حالي يا رب يا رب يا كريم الله مصلى على النبي اللهم بارك اللهم بارك ماشي ماشي وهو اي هو مالي على فكر مالي ده ما نسكت ده مبادر ده من ساعة ما جئت راحت الريشة طبعا الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله لك وتي الا بالله اللهم صلى على النبي اللهم صلى على النبي اللهم بارك يا رب اللهم صلى على النبي اللهم صلى على النبي اللهم صلى على النبي الله يبرك لك فرزاك يا رب حبيبه اللهم صلى على النبي اللهم صلى على النبي اللهم حي التاني جاي سمك عافية كويس الحتة دي برضو متضيعش سمك سمك خشن يا أخي بس مش عارف ممن عليها الله أكبر اللهم صلى على النبي الله حي التاني جاي اللهم استعان الله ينهر ورسو السمح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى على النبي اللهم بارك واكلا لا والله ملتوش ملتوش بس هو من نصبنا الحمد الله طبعا يا جماعة ما شاء الله ذكر حلو كده أخوتنا طبعا السيارين سيتحدفوا سيقولوا عايزين نعرف الميا ويقعدوا يزعلوا من نين بص يا جماعة أقسم بالله العظيم أنا من الصبح دلوقتي الساعة خمسة ما خدتش غير إيه سمكتين دوق والحطة الحلوة دي يعني هو ربنا عود عليها بيه طبعا يا جماعة احنا في ايه بنصطد في صرف المزرعة الصرف ده صاحبه بياخد فلوس طبعا الصرف ده صاحبه بياخد فلوس الناس طبعا عايزنا نوصف لها الصرف لو وصفنا الصرف الحضرتة هتيجي هتدفع فلوس ووش هتاخد حاجة طبعا احنا خدنا اول ما جينا هنا خدنا صدا كويسة وبعد كده جينا يوم كامئ ما خدناش فيه حاجة جينا تاني النهاردة طب الناس كلها يعينين زائت ومشي واحنا عشان ربنا اللهمنا مش هتصبر ربنا كرمنا بايه باول استفتاء طبعا فيه ناس خدت سمكتين ثلاثة اربعة يعني الكبت ان الله يبارك له اللي هو بيصورني حبيب 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 ربنا كرم وخد سمكتين حلوين فيا جماعة والله لما بيبقى مكان متاح وليه مصلحة لكم احنا هنقولولكم عليكم لا وكمان معلش ناسب برضو فيه مش اي حد يفهموا ما ده بسرعة انت ممكن تيجي سنة كاملة متعرفش تاخد سمكة هيدفع بقى قدي وحيغرم قديم واصلات وزائد القرية بتاعته كل المدقات اللي احنا بنمشي فيها لا الكل ده سهل الفكرة ان السمكة هنا عايزة معاملة خاصة عايزة اقولك ان هي شغلها كله يعني النقرة ممكن تيجو ممكن ما تجيش الله ينور عليها فما فيش فيه ناس كتير معندهاش طولة بال ولا صبر للكلام ده فهمقى انا عدت سنة عشان اعرف ااخد سمكة الناس بتاخد سمك جنبي بس انا مش عارف شوية خفيت العدة شوية مش عارف ايه شوية بسنة عشان عشان اعرف ااخد سمكتين فالموضوع جماعة برضو ايه انا قطعت له السمكة فالموضوع مش زي ما انتم متخيلين بالسهولة ده يعني عشان سمكة ده تيجي والله العظيم عايز احوار كبير يعني يعني الراجل احنا هنا من الساعة 5 الفجر واول سمكة اللي خادها دي والشاهد من الكلام اقسم بالله العظيم من انتم لو ليكم مصلحة في المكان لوصف نهلكم ولكن اصلا صاحب المزرعة برضو نفسه يعني هو ممكن نزعل مننا منقول الكلام ده بيجني على الصرف زمانكة الناس شعب عانا النهاردة كيلو السمك انتم فاهمين بتسعين جيني وقتاع فصاحب المزرعة نفسه مستايب الصرف ده بيستطفي اه بيستطفي اه بيستطفي والله العظيم لو وصلتلك المكان هنقذيك بس انت هتعمل لي مشاكل طبعا الناس بتقولك انت طلع ليه ومش طلع ليه هو يعني انت لما بتدخل على ناشلة جهورافية بتتفرج على التونة بتقولهم انتو طلعين ليه ولا انت مثلا لما بتتفرج على فيديو خليجي ولا ناس من الهند بتاخد سمكتين بتقولهم انت طلع ليه طب احنا طبعا لنا مشاهدين ستات منهم قرايبي ومنهم ناس بتحب الصيد وما بتطلعش تستاء انا طلع للناس دي وبعدين انا طلع لنفسي انا بنوصق حياتي وبنوصق كويتي وبننزلها بتحاجة تخصيني فانت مش مش من حقك ان انت تحجر علي ماشا يا جماعة فما تزعلوش مننا في الكلمتين دقل وربنا يرزو الجميع وضحياتي لكم ماشا يا رزيلا يا حبيب ماشا يا رزيلا ماشا يا رزيلا بسرح تشارتك منطق بسطل اشتركوا في القناة